تعالوا نروح لهذا الخبر مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام حول وجود اتفاق مصري إسرائيلي حول إعادة فتح معبر رفح البري طبعا زي ما أنتم عارفين أنه دايما القاهرة الإخبارية تنقل صوت مصر وسريعا يعني تنقل ما يحدث أيضا مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية يقول مصر تتمسك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح كشرط الاستئناف العمل به زي ما احنا عارفين أن مصر رفض تماما أن تقبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم اللي وقع على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومصر لن تعمل ولا تعمل مع الجانب الإسرائيلي طالما هو محتل للمعبر من الجانب الإسرائيلي هذا ما جاءت به القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر رفيع المستوى وحبينا ننقل لحرداراتكم يعني يمكن التصريحات دي القاهرة الإخبارية سريعا بتصدر هذا الكلام علشان ما يكونش فيه كلام ولا لغة أو حد وعلشان كده دايما نقول نعود إلى المواقع المصرية القاهرة الإخبارية إكسترانيوز والمواقع الرئيسية المصرية علشان نستمد منها كل الأخبار الصحيحة خاصة في هذا التوقيت مع انتشار أخبار ربما تكون مغلوطة وغير صحيحة نكمل معكم التاسعة الليلة بعد فاصل قصير أرجوكم عودوا إلينا تفضل ترجمة نانسي قنقر